السلام عليكم زي ما بنقول وسائل التواصل الاجتماعي شافت ان هو هيبقى ترند مرة تاني علشان كده فتحت الموضوع والعنوان مرة تاني العنوان في حد ذاته قنبلة وكرسة وحاجة تخض طيب هنحكي عن الموضوع علشان نأكد للناس ان الموضوع ده من سنة 2019 مش سنة 22 الموضوع باختصار الام مهندسة ديكور اللي لسه صغيرة في السن في التلاتينات متجوزة استاذ جامعي شغال في احدى الدول العربية الاستاذ الجامعي ما بينزلش للأسف اللي كله اربع سنين وللأسف سايب بيته علشان شغله وعلشان يقدر يكفي اهل بيته بعد كده ويأمن لهم حياة محترمة الاستاذ الجامعي كانت اخر مرة نزل فيها مصر من سنتين يعني نقدر نقول ان كانت اخر علاقة ما بين مهندسة ديكور والاستاذ الجامعي اللي هو جوزها من سنتين فاتوا قبل الواقع دي الام لحظت على نفسها كل شوية بتخش في حالة نفسية مرعبة وجسمها كل شوية بيضعف اكتر واكتر واكتر وكل شوية بتحس بالاغمة وبالتعب وبالارهاق الشديد جدا من هنا قررت ان هي لازم تروح تزور طبيب العيلة وبالفعل راحت للطبيب اللي اكد لها اول كلمة ان انت لازم تسيب المخدرات اللي انت تشربيها يوميا الام او مهندسة ديكور سعقت بعد الجملة دا مخدرات ايه اللي هي في جسمي واللي انا لازم ان انا ابطلها ومشربهاش تاني الام او مهندسة ديكور سمعتها حسنة جدا 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 علاقاتها محدودة ومعروفة خطواتها معدودة علشان عاملة حساب الجزء اللي مسافر برا اللي ما بيبليهاش اللي كل فترة والتانية علشان كده لما الام سمعت كلمة زي كده ان انت لازم تبطالي المخدرات صعقت وبدأ ان هي يغمى عليها اغمى عليها بالفعل الطبيب فوقها على طول بعد دقايق معدودة ولكن الصدمة التانية اخدتها على طول الطبيب قال لها ما تزعليش مني ان انا قلتلك حاجة زي كده بس لازم ان انا اقولك اللي انت يبطالي مخدرات علشان صحتك وعلشان صحت الجنين اللي انت حتجيبيه جنين ايه اللي انا حجيبه قال لها انت حامل كمان في الشهر التاني بدل السعقة بقت ضربة وضربة قاضية الام شبه منهارة وشبه دخلت في غيبوبة ولكن غيبوبة وهي حية ازاي ان انا ابقى حامل وجوزي مسافر قديل وسنتين ازاي ان انا بشرب مخدرات وانا اصلا ما بطيقش ريحة السجاير في اي موقف كان من هنا بدأت الاسئلة تدخل وتراود زهر مهندسة ديكور شكت في اقرب الناس لي علشان كده عملت له كمين الا وهو مهندسة ديكور بعد معرفة الخبر الصاعخ بالنسبة لها جريت على البيت وكلمت ابنها الطالب اللي في السنوية عامة وقالت له انا عايزاك تحضرلي في انجان القهوة اللي دايما كل يوم بتعملهولي علشان انا حاسة بصداع شديد ورهيب الابن على طول بعد ما خلص السنتر بتاعه والدروس بتاعته دخل على المطبخ وعمل لولدته مهندسة ديكور عمل لها في انجان القهوة اللي متعودة دايما تشربه منه كل يوم والتاني عمل لها عمل لها فنجان القهوة قالت له عاوزة مية طلع على طول على المطبخ عشان يعمل لها او يجب لها المية الامة في الوقت دا كبت فنجان القهوة اول ما كبت فنجان القهوة دخل عليها الابن مرة تاني في الوقت دا الام عملت نفسها ان هي عفوا يعني شبه نايمة علشان تفاجئ بالكرسى الكبرى الابن دخل عليها عريان تماما تقبيل في كل جسمها لغاية لما وصل في منطقة الوش في الوقت دا الام صرخت بعد الصعقة الاخيرة والتأكيد بتاعها الاخير ان ابنها وراء الحمل السفاح دا زعاقت صوتت جريت على طول راحت على اسم الشرطة بلغت رئيس المباحث بالكرسى اللي على طول جاب امر بالقبض على الطالب بتاع السنوية العامة وبالفعل قدر رئيس المباحث انه هو يجيب الطالب اللي في السنوية العامة بعد ما كان هربان عند احد اصدقائه في اكتوبر اتحبس اربعة ايام والغاية دلوقتي ما زالت القضية او ما زال الموضوع شغال ولكن شغال اعلاميا وسائل التواصل الاجتماعي زي ما قلنا رجعت الموضوع مرة تاني املا ان الموضوع دا او الخبر نفسه هيعمل نسبة مشاهدات عليه وقد كان علشان كده احنا بنأكد لكم ان الموضوع دا ما حصلش مبارح ولا النهاردة ولا من كام يوم الموضوع دا حصل من سنة 2019 يعني من حوالي ثلاث سنين وفي الوقت دا اصار جدل كبير جدا واصار دجة كبيرة جدا الحمد لله الموضوع تعرف والست حاليا بتعاني من الامراض النفسية او من الحالة النفسية اللي وصلت لها في الوقت دا لو حضرتك ابنك شفتيه عمل حاجة زي كده هتعملي ايه هل هتبلغي عنه ولا هل هتتصلي بابوه ولا هل التصرف السليم اللي ممكن تفكري فيه هيكون ايه ربنا يعيني الست دي على ابنها المغتصب الهاتك العرض لأقرب الناس لي ألا وهي أمه الخبر حبينا نقوله مرة تانية عشان نؤكد لكم ان الموضوع من 2019 مش من 22 دا الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي اللي حبينا نتكلم فيه ونقول عليه ان الخبر مش في اللحظة الآنية الحالية السلام عليكم